السلام عليكم آخر الأخبار تقول بأن أسعار السيارات المستعملة وصل تراجعها إلى 50% بعدما كانت في حدود 30 إلى 40% وهذا التراجع شي طبيعي لكن بقاء الأسعار مرتفعة إلى حد الجنون هذا غير منطقي لأن ملف السيارات الآن شهد حلا ومن لم يقم ببيع سيارته في الشهور السابقة فالآن سيترك من قيمتها ويقوم ببيعها والأسابيع القادمة إن شاء الله ستشهد تراجعا كبيرا في أسأل السيارات المستعملة ومن كان يرفض بيع سيارته بذلك السعر ومن يرفض السعر المقدم إليه حاليا نقولوله خليها تصدي عندك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته